لازم برضو هنا أكلم حضرتك عن أنا بشوفه قرار تاريخي وكانت البداية في السنة اللي فاتت لما إدارة الكرة كابت الخطيبة وإدارة الكرة قدوا لـ 11 أو 12 تقريباً 13 لعب أجازة في آخر 10 مباراة تقريباً أو آخر 9 مباراة وكانت بسبب الإجهاد الشديد جداً ويبني حاكت معي لو تفتكر قبلها وقلت لي إن إحنا عندنا إجهاد شديد وواضح من توالي البطولات فأعتقد إن القرار ده يا كابتن هو اللي مخلينا لغاية اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها دي ماشيين بشكل جيد دي حقيقة هل التراجع دي يا كابتن الموضوع يفرق؟ طبعاً أحنا قلنا إننا لها مدارسة في الإدارة والإدارة خلي بالك مش هعد مدارسة بقول له لا سننا نعود أنقش ونظم أموري في نفسها أنا عندي برنامج قوي أنا مطالب بطولات أنا عندي في الموسم ده ينتهي هيبتدي يوم كام وينتهي يوم كاد وهنا ألعب في كام بطولة الأهل خلي بالك لازم يكون ضغيق جداً في اختياراته ضغيق جداً في تنظيمه ضغيق جداً في إدارياته ضغيق جداً في فنياته لأن خلي بالك يا كابتن السامن إنت قلت دلوقتي الأهل يلعب الموسم جاي في سبع بطولات لازم دلوقتي الكابتن على الأقل سبع بطولات دول محتاجين الوعي إحنا وعيين لو إحنا عشويين مش هننجح بامتياز ضعيق دنيا مدارسة هي دي كرة القدم كرة القدم نابضة صناعة تكسب بفضل الله تعالى وبطولات بطولات وأكسب وفي نفس الوقت يا سلام مش ممكن أبعشلاء لو إحنا بعد سان داونز مدرناش باقتدار وخبرات وحنكة وإراية موفقة ووعي الاتنين مع بعض الجانب اللي داري والجانب الفني ما كوناش وصلنا اللي وصلنا حقيق النهاردة يا سلام أنا بأجيب وراء وقلم وبقول الدوري الكاس السوبر أفريقيا كاس عالم الملاندية أنا عندي 30 لعيب عندي 25 سوبر الأفريقي بحط الملات قدامي بحط اللعب قدامي القدرات اللي قدامي والطرق اللي قدامي واشتغل بيها طبيعي جدا إنه نهاردة لازم أكون منظم جدا الرجل لازم يعني أنا من وجهة نظم اللي يكون هو فعونه ممكن معرفش ينام لأن كتير يعني بخلصنا فرق يخش على الدور خلص الدوري يخش الأهلي مطالب فاللقصوده إن الجانب الأداري كابتل إسلام والتنصيق بالنسبة لشغلي أنا تنظيمي صح تنظيمي ده ما فيش كلام هو ده النظام زي ريال مدريدو زي برشلونة فاللقصوده من دلوقتي أنا دلوقتي محتاج إيه منظم إيه إيه المراكز إيه الشغلي إيه بطلات إيه ماتشاطي إيه اللعيب المجهد اللعيب اللي بيست حاجات كتيرة جدا أعتقد في دماغ المدير الفني مع جهازه الفني مع مدير الكورة يقدر ليوصل اللي احنا عاوزين وده النادي الأهلي ومدرس النادي الأهلي